موسيقى 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 يا كنيسة قومي وانهضي يمكن هاي كلمات ترنيمي بس مأخوذة من سفر الشعياء وهذا كلام الرب للكنيسة طبعا شعب الله في العهد القديم ونفس الرسالة في العهد الجديد ورح نشوف بعد قليل قومي وانهضي أهلا وسهلا أحباء المشاهدين هذه الحلقة بث مباشر بصلي أن تكون سبب بركة لحياتك الكنيسة اليوم عم بتواجه تحديات من كل ناحية عم بتواجه أنظمة سياسية دينية اجتماعية أنظمة عالمية اللي أغلبيتها هي ضد كنيسة الرب في حلقة مضت قلنا في كتير من أنظمة العالم هو نظام ضد المسيح بقاوم المسيح في شتى الوسائل وخليني في البداية أنا عاوز أوضح شيء مهم جدا أنا عندي طبعا يعني امتنان وشكر وعرفان لكل خادم بيخدم الرب ولكل راعي كنيسة ودائما يمكن كتير من الرعاة أصدقائي سمعوني بتكلم بنفس الكلام أصعب مهمة وأصعب خدمة هي خدمة الرعاية كتير أغلب الناس عاوزين الطريقة السهل أن نتكلم نستخدم وسائل الإعلام لكن الرعاية غير الرعاية أنت بتعيش وبتعايش حياة الناس أنت بتشوف الأسر من الطفل للشيخ بتواجه صعوبات تحديات طبعا مشاكل أسرية عائلية تحديات من ذئاب خاطفة اللي بتحاول تقسم الكنيسة أو تدمر الكنيسة فالرعي لازم يكون حذر منك به وبنفس الوقت عنده روح الرعاية مدعو من الله حتى يقوم في هذا العمل والغرض من هذه الحلقة ليس التوبيخ ولا التعنيف لكن بالحقيقة الأولى أنه أنا عندي شكر وعرفان وامتنان لكل خادم حقيقي لكل راعي كنيسة بيخدم الرب بأماني لكني أنا بتكلم عن وضع حالي بشكل عام وأنا بتكلم عن العرب طبعا في نهضات في انتعاشات في مناطق عديدة في العالم منها مثلا في كوريا في جنوب أمريكا في بعض الدول الإسلامية بتشوف في انتعاشات وخلاص نفوس كثيرة لكن أنا بتكلم عن الحالي والوضع الراهن للكنيسة حلقة كثير كثير مهمة لحياتك بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة وفعلا رح تكون بركة لحياتك ادعو آخرين حتى يشاهدوا هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوع الحلقة اليوم كتير كتير مهمة إذا في مسيحيين عم بيشاهدونا مهم أنك تسمع الرسالة اليوم وإذا في غير مسيحيين عم بيسمعونا ممكن تتعلم من خلال الرسالة وممكن تشوف أهمية وقوة الكنيسة لعلك أنه فعلا تبتدي تتساءل وترجع إلى الإيمان السليم القويم الصحيح ترجع إلى معرفة وخلاص ربنا يسوع المسيح يا كنيسة قومي وانهضي يمكن هذا عنوان ترنيمة مشهورة نسمعها دايما والغرض من هذا العنوان هو أن نستيقظ وأن نقوم وفعلا أن ننطفد من السبات ومن طبعا ننطفد من كل ما فيه روح عالمية في حياتنا ونركز أنظارنا على يسوع المسيح وفعلا نخدم الرب ونعمل كمؤمنين حقيقيين للرب يسوع المسيح في كنيسة المسيح أحبائي ما في شيء اسمه مسيحي سطحي ولا مسيحي أصولي ولا مسيحي عقائدي ولا مسيحي اسمي أو مسيحي اسمي لكن في كنيسة المسيح هي إما أنت تكون مؤمن أو غير مؤمن حتى لو كل عيلتك قساوسة أو كهنة إذا أنت مش مؤمن بيسوع المسيح فأنت غير مسيحي قوعك تفكر أنك أنت بتشتري السماء أو بدك تروح على الحياة الأبدية على أساس عقيدتك أو طايفتك أو خلفيتك لأنه عندك كده شخص بخدم الرب فعيلتك إذا أنت ما صمنتش إذا أنت ما اخترتش يسوع المسيح عن قرار عن وعي تقول أنا بشكر رب من أجل الآباء والأجداد بشكر رب من أجل كنيستة اللي عرفتنا على الإيمان بشكر رب من أجل خدماتها المتنوعة لكن أنا بدي أشكر رب اليوم لأنه اليوم أنا بدي أصمم أتبع الرب يسوع المسيح أتبع بلا رجوع وبلا أي قيد ولا أي شرط أتبع يسوع بلا رجوع فالإشكال أحبائي هو ليس إشكال محلي فوضع الكنيسة عالميا وأنا بتكلم بشكل عام اسمحوا لي أن أتكلم عن نوعيتين من المسيحيين النوعية الأولى كتير من المسيحيين بتتغنى على أمجاد الماضي وبتفتخر بالعصر الذهب الكنيسة وبتتذكروا لما كان عندنا النهضات وعندنا الاجتماعات وخدام الله المباركين والمرنمين بتتذكر لما كنا نصلي كل الليل بتتذكروا لما كنا ما نتعب من الترنيم أو التسبيح ولما كنا نطلع نكرز ونخدم وحاسين بفرح وحاسين بثمر في حياتنا أحبائي في كتير من الناس بتتغنى على العصر الذهب الكنيسة لما كنا نشوف العجايب لما نشوف القوات كنا نشوف حضور الله معنا شو اللي صار معنا اليوم وكأنه الكنيسة عايشة على الماضي ودائما لما بنتكلم لأي مجتمع لأي ناس حولينا نبتدي نكلم الكنيسة على أساس أنه سفر أعمال الرسل الرسل والآباء القديسون الأباء الأواء الأباء الكنيسة كيف تعذبوا كيف اتطهدوا كيف ماتوا من أجل رسالة المسيح كيف الله كان بيستخدمهم بالمعجزات بالآيات كان في حضور إلهي عجيب أو يمكن نتكلم عن نهضات معاصرة سواء حدثت في الأربعينيات أو الخمسينيات يمكن بالستينيات جزء معين لكن أين هو الله هل الله هو إله الماضي ولا هو بس إله المستقبل هل هو إله الحاضر هل ما زال الله يتفاعل هل ما زال الله يتواصل مع الكنيسة مع الجسد أحبائي كتير مرات منغلط إنه إحنا منفكر الكنيسة هي ما تورثناها عن الآباء والأجداد وهذا إيمان حلو إيمان النقلي اللي مناخده من آبائنا وأجدادنا وبعبر عن هويتنا وبعبر عن كياننا بس إنت إذا ما تغيرت وقلبك ما تغير هذا لا يفيد أي شيء فالكنيسة هي باختصار شديد هي جسد يسوع المسيح الكنيسة هي جماعة المدعوين من الخارج وصاروا جماعة إكهلا إكليسيا في اليوناني أو إكهلا من كاهل في اللغة العبرية بتعني جماعة وهي الجماعة بتمجد الله وهي الجماعة اللي اختبرت الخلاص الكامل بموت يسوع المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات وأعلنت بكل إصرار وكل عزيمة بدون أي خجل أن يسوع هو الرب وهذا هو أساس الإيمان المسيحي يسوع هو الرب فأنا بتكلم أحبائي مش مجرد شيء ما اسمعناه فالكنيسة مش هو البناء فالكنيسة إن صح التعبير هي جسد المسيح اللي بتجتمع في بناء فالبناء مش هو الكنيسة الكنيسة هو الجسد أنا وإنت اللي نؤمن بالرب يسوع لكن أنا وإنت منجتمع في مبنى وهذا المبنى حتى نعبد الله نعزم الرب والمفروض ما نترك الاجتماع مكتوب غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإذن في جماعة وهي الجماعة إحنا منجتمع مع بعض حتى نسبح ونمجد الرب كجماعة نجتمع حتى نعبد الله حتى نعبد الله من خلال التسبيح ونعبد الله من خلال قراءة كلمة الله قراءة كلمة الله في الكنيسة جزء مهم جدا لازم نعطيها الشريحة الكبرى قبل الوعز وقبل التفسير فلازم نقرأ من كلمة الله وعندما أقول نقرأ يعني مش تتمشي لك مزمور على الماشي ولا أكم آية على الماشي لأن الناس بتتعب ولأن الناس خلاص تعباني وإحنا في عصر السرعة لا كل شيء إذا أنت بدك تخذه بسرعة بتتركه بسرعة لكن لما بتدرس كلمة الله من خلال الكنيسة بعدين الكنيسة أنت بتسمع الوعز التعليمي وأيضا بالكنيسة أنت بتعبد الله بتعبد الله من خلال عطائك أنت بتعطي لأنه مفروض كل مؤمن يعطي العشر للرب ثم أنت موجود في الكنيسة لأنه في شركة والشركة مع إخوتك وأخواتك المؤمنين وجزء من العبادة المسيحية اللي هو العشاء الرباني أو المناولي كسر الخبز منتذكر موت الرب إلى أن يجي هذا باختصار شديد فالكنيسة هي أنت وأنا جساد المسيح فأيام بولوس وأيام بطرس كانت الكنيسة تجتمع في البيوت كانوا بيوعظوا في الهيكل وكانوا بيوعظوا في المجامع الأولى مثل أعمال رسل بتشوف رسائل أو بتشوف خدمة بولوس الرسول كان بيبتدي في المجامع اليهودية ثم كان يروح لأماكن متعددة كان بيكرز بالشارع بيوعظ بالشارع كان يتقابل مع جماعة من النساء على نهر في فليببي لحد ديت اليوم في كتير أماكن مغلقة للإنجيل المؤمنين بيجتمعوا في بيت في بيسمانت تحت الأرض بيجتمعوا في الغابة على جبل الرب حاضر في كل مكان عندما سألت السامرية يعني قالت للرب يسوع المسيح أنتم تقولون في أورشاليم لأن اليهود كان لازم يدور يدير وجهه نحو أورشاليم عشان يصلي والسامريين لازم يدير وجههم إلى جبل جرزيم في السامرة فأجاب المسيح وقال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له فإذا ما عدش الفكرة لا في هذا الجبل ولا في أورشاليم لأن السماء والأرض لا تسع الرب فالله حاضر في كل مكان لكن حتى لو ابتدأت فكرة الكنائس الأولى اللي أنا أتكلم عن البناء لأن اليوم في أبني من القرن الثاني والثالث القرن الرابع الكنائس بسمه العصر البزنط اللي بتشوف أغلب الكنائس المواقع الأثرية اللي موجودة في هذه الأيام وهي شهادة صادقة على كنيست الرب شو كانت تخدم وش كانت تعمل في زمن قريب جدا للمسيح والرسل والآباء القديسون فإذا حبائي مش المكان ولا أي فكرة أخرى ففي ناس عم تتغنى في الماضي على اجتماعات الماضي وأن نهضات الماضي وانتعاشات الماضي وكأن الماضي خلاص صار في طي السنين أكل الدهر عليه وشرب ألم يقل الكتاب عن يسوع المسيح لان ولا يتغير ألم يقل الكتاب عن يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد ألم يقل يسوع المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط ألم يقل يسوع المسيح ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر يعني في كل اجتماع اثنين أو ثلاثة في اسم الرب يسوع بيكون حاضر معهم لأن الكرة الأرضية في تايم زون في أوقات بحسب التوقيت الشرق الغربي إلى خره حسب دوران الكرة الأرضية ففي ساعات كثيرة وقت أستراليا بيختلف عن الشرق الأوسط أو عن شمال أمريكا ففي كل وقت في كل مكان وفي كل زمان وإن كان في ألاف الاجتماعات ملايين الاجتماعات يسوع المسيح حاضر موجود في كل اجتماع يسوع حبائه حي ما تقام مش انتهى يسوع ما زال يتواصل فإذا ما تظلك مركز على الماضي يا على الأيام الحلوة تسمع خدام لما كنا ولما كنا نسهر ولما كنا نصلي ولما ولما وعارف وبيصير عنا أمنيات وتمنيات وياريت نرجع لهديك الأيام وياريت نرجع للنهضات وياريت نرجع للاجتماعات وياريت 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 وكلمة ياريت عمرها معمرت بيت إذن أحبائي شتان ما بين الرغبة والإرادة فالرغبة هو الحلم البدائي الذي يتمنىه كل إنسان كل إنسان بيتمنى كنيسة تكون نشيطة ناهضة تشوف معجزات وآيات في اسم الرب يسوع المسيح تشوف قوات تشوف واحد بتطول على يسوع المسيح تتكلم كلمة تلاقي بيتبكت وبيرجع للرب يسوع المسيح بس هذا الحلم اللي أنت بتتمنى الرغبة بس إذا ما تفتقد الإرادة لأن الله هو العامل فيكم وأن تريدوا أن تعملوا من أجل المصرة الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فكفانا عايشين على المسحة البيتة على الأكل البيت وعلى الماضي وأمجاد الماضي تعرفوا شو الرسول بولوس كان عنده كفاءات كتير كان من أعظم العباقرة والعمالقة في أيامه كان متثقف في ترسوس أحسن جامعة في العالم واتدرب على رجلي عنده رجلي جمال إيل واحد من أعظم معلمين الشريعة بولوس كان عنده نسب وحسب كان عنده افتخار خلفية عيلي علم كل الإمكانيات دارس الفلسفات القديمة بيتكلم مش أقل من أربع لغات تعرفوا شو قال رسول بولوس إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله وفعلا في آخر حياته قال رسول بولوس قد جهت الجهاد الحسن أكملت السعي يعني المهمة الموكلة إليه والرؤية اللي كانت على قلبه والهدف اللي عايش من أجله والغرض اللي لازم وصله قال أكملت السعي فكفانة نظر إلى الوراء إلى أمجاد الماضي لكن في نوع آخر من المؤمنين اللي عايشين للمستقبل إذا في مجموعة كبيرة بتتغنى على أمجاد الماضي المجموعة الثانية اللي هي بتتغنى على أمجاد المستقبل يعني البعض الآخر بينظر للمستقبل ويتطلع إلى مجيء المسيح ثانية وطبعا كلياتنا لازم نكون مستعدين وننتظر مجيء المسيح لكن ونحن ننتظر مجيء المسيح لازم نكون مستعدين لكن بنفس الوقت لازم نكون منشغلين وساهرين يقذين حذرين لأن الرب ممكن يجي في أي لحظة الرب ممكن يجي في هذه اللحظة فهل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح لكن أنا بتكلم أحباء ناس عايشة ليل نهار بتطلع للمستقبل بحاولوا يفسروا كل الأحداث وكل ما يدور في العالم على أنه آخر الأيام وطبعا مجيء ضد المسيح اللي بركز على مجيء ضد المسيح اللي عم بركز على رقم 666 اللي بركز على الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من البر يعني المسيح الكذاب والنبي الكذاب واللي بركزه على العلامة اللي بتوضع على اليد أو على الجبهة واللي عم بفسر أوروبا وحدانية أوروبا واللي بفسر انهيار أمريكا واللي بيفسر قيام الصين واللي بيفسر قيام روسيا وكل الأشياء نايس حلو اجتهادات كتير كتير حلوة بس أنا من خلال إيماني كل هاي سنين كده مملكة تغيرت وكده ظروف سياسية تغيرت المملكة اللي هي قوية اليوم بكرة بتكون يمكن منهارة لما كان الاتحاد الأوروبي وصل لعشر دول قالوا خلاص هاي العلامة يعني المسيح جاي طب اليوم فيه أكتر من عشر دول وممكن يكون أقل وممكن بكرة يزداد وممكن يقل يمكن المسيح جاي بعد 200 سنة بعد 300 سنة خلاص كأنه كل إش انتهى بس قاعدين منستنى العالم لازم يتغير ما فيك تعيش لا في الماضي ولا في المستقبل حتى التلاميذ سألوا يسوع قبل صعوده إلى السماء يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وبعدين شاهدوا صعود المسيح يعني بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية على أن الكنيسة تتبنى روحيا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها لكن أبواب الجحيم لن تقوى فالكنيسة ليس بس مدافعة عن العقيدة لكن الكنيسة مهاجمة تهاجم أبواب الجحيم وتهاجم جهنم ونختطف من النار النفوس المحتاجة إلى يسوع المسيح لكن مشكلتنا اليوم تتطلع آلاف المواقع على الفيسبوك التواصل الاجتماعي وكأنه ما في موضوعات وهذا اللي شاغل الناس صدقني المؤمن المستعد مش خايف المؤمن المستعد عارف أنه الرب جاي لكن بنشغل اربح لك نفس إذا الرب جاي الرب يسوع جاي بكرة مش بس نقعد ويعني صرنا دارسين عارفين في الأوقات والأزمنة والتمييز وكل هاي الأمور في علامات نعم في أوقات نعم والشخص الروحي يعي هذا الشيء والشخص الروحي بيفهم بس أنا ما في أحط توقيت منغلط أحبائي إذا منحط توقيت توقيت الله الله خارج عن الزمن إحنا منحط توقيت اللي هي من خلال الزمن الرب حر عنده ألف سنة مثل اليوم ويوم مثل ألف سنة أنت شو دورك اليوم وكأنه يا منعيش في الماضي يا عاوزين نعيش في المستقبل لكن أحبائي باختصار حاجة الكنيسة اليوم أن تركز على احتياجات الحاضر إحنا في زمن فيه وبأ في زمن فيه انهيارات سواء اقتصادية أو سياسية اجتماعية أسرية شو دور الكنيسة أنا بتعجب على الكنيسة اللي بتختفي وبتبتعد عن الاجتماعات وكأنه عملة زوم يعني اجتماع على الزوم اللي على فيسبوك خلاص أكملنا كل بر وكل واجب وكان الله بالسر عليم لا أحبائي فيه أمامنا دور مهم في هذا العالم الكنيسة لها دور دور الإسعاف دور المدرسة دور المستشفى دور الكرازي دور الأخبار الصارة انتشال الهالكين اطعام الجائعين اسقاء العاطشين رجاء لليائسين عزاء للبائسين تعضيد لكل الساقطين الكنيسة لها دور كما بنهتم بالخراف وبالرعاية إلنا دور أحبائي في هذا الحاضر تعالوا أحبائي شو اللي بيصير يعني إحنا بشاهدونا في كل أنحاء العالم الكنيسة في الغرب أحبائي دخل فيها روح العالم للأسف كل الأنظمة في الغرب يعني كل الأنظمة سببت تعب سببت إعياء شديد سببت تعب أروحي عم بتسبب الهموم عم بتسبب الضغوطات وهي وضع الكنيسة فإذا بيكون عندك ضغوطات ضغط ضغط كل يوم ضغط 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 مادي ضغط أسري ضغوطات وهموم ضغوطات وهموم بتعودش تركز كيف بدك تخدم تحت كل هالضغوطات وبعدين عندك الميديا كلها صارت ضد المسيح وعندك كل الأنظمة اليوم يعني في كل نظام بتلاقيه ضد المسيح والأفلام ضد المسيح والميديا ضد المسيح والحكومات ضد المسيح والأنظمة ضد المسيح كل شيء عم بيتحول طب ولو هو ما فيش ديانة تانية يشتغلوا عليها إلا بس المسيح قال يسوع أبغضوني بلا سبب بعدين يعني واو يعني الرب يسوع المسيح فعلا لو ما قالنا إنه رح يضطهدوكو رح يستهزوا فيكو رح يقتلوكو رح تكونوا مزدرة رح تكونوا يعني وسخ العالم مثل ما قال بولوس وكل هذا عم بتحقق هاي من ناحية الغرب خلاص يعني كتر الضغط بيحول عينيك عن النظر إلى يسوع المسيح طب وشو معنا في الشرق المشكلة أصعب في الشرق في الشرق أحبائي لكنيسة في الشرق سامحوني أولها تزعلوش مني كادت أن تكون قد استسلمت بالكامل تأقلمت على الوضع لكنيسة أقلمت وخلي بالك ما تقوليش أنا من الكنيسة فلان وأنا هاي الكنيسة وانا الكنيسة الكنيسة التانية هي التعبانة لا أنا بتكلم عن جسد المسيح أنا بتكلم عن كنيسة الرب اللي هي من كل الطوايف من كل الكنيس من كل شعب الله طب من الرب عنده كنيسة في السعودية عندك عشرات الاجتماعات في السعودية كنائس في السعودية آه بيجتمعوش في مبنى مثل أمريكا بس بيجتمعوا عندك في شمال أفريقيا مئات الكنائس اه اجتماعات بس اجتماعات بيتية انا بتكلمش على مباني انا بتكلم على الكنيسة اللي هو انت وانا وكل من يحب الرب يسوع المسيح الكنيسة تكاد تكون استسلمت في الشرق الأوسط وتأقلمت على الوضع الراهن هو مين احنا احنا اقلية احنا منقدر نغير الوضع الراهن يا سلام يا سلام شو هالكلام هذا شو هالكلام هذا هو 12 تلميذ في اصعب ايام اصعب من هاي الايام في ايام الرومان مش مكتوب عنهم فتنوا كل المسكونة مش مكتوب عنهم انه غيروا العالم هو اين اللي تغير احبائي طب ما اليوم عنا امكانيات اكتر وعننا مصاري اكتر وعننا زروف احسن وعننا يعني قوانين اللي بتساعد كل هذه الامور شو اللي اختلف ليه بنتأقلم مشكلة كبيرة يمكن احكي عنها شوي اكتر الاكتفاء الروح خلاص دبرت حال انا خلصت تجددنا لا نقول تجددنا وتمددنا لكن انا نقول تجددنا وتشددنا كما قال احد رجال الله بس المشكلة اذا الكنيسة اقلمت على الوضع الراهن كأنه لا توجد قوة لتغيير الاوضاع ده اقولك شغلة اذا انا بصمم قدام الرب يسوع اتغير العالم نحاول بدي يتغير اي قوة اعظم من قوة الرب يسوع المسيح ما كل الانزمة بتتحرك بديرها الشيطان طب مش اضعف مؤمن في جسد المسيح يستطيع ان ينتهر الابالسة والشياطين لم يقول التلاميذ حتى الشياطين تخضع لنا باسمك شو اللي صار ليه تأقلمنا على اوضاع كأنه الامر مستحيل امامنا اذا انت في قرارة نفسك بتعرف وبتصمم بلدي للمسيح وما بتزعز عن هذا الامر الرب اعطيك بلدك اعطيك الامم ميراث لك بدك اكتر من هيك وعد اخوتي واخواتي خلينا نشكر الرب على الماضي وخلينا نستعد لمجيء الرب بالقداسة العملية لكن ايضا بالشهادة والكرازة للمستقبل لكن خلينا في الحاضر نخدم الرب ونكون صوت المسيح صوت الحق ونكون رسالة المسيح وشهادة المسيح نور للعالم ملح للارض اعطينا نكون مسيح على الارض ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 يا كنيسة قومي وانهاضي أهلا أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم مرة أخرى إلى هذه الحلقة ليكن نور نلقي الضوء على موضوع مهم جدا في هذه الحلقة عاوز أخد مكالمة من الأخت وردة من الجزائر أهلا وسهلا أخت وردة مسا الخير أخ نزار مسا نور على كل فريق أهلا وسهلا أخت وردة أهلا وسهلا فيك تفضلي الله يسلم أنا سبق واتصلت بكم ونشكركم جميعا موضوع الحلقة جد رائع الكنيسة تقوم إن شاء الله يتقوم بواجبها نعم هل تسمعني؟ أنا سامعك بس علي صوتك يا أخت وردة الكنيسة ستقوم بإذن يسوع المسيح لتقوم بواجبها وإن أن المسيح قال نحن هياك للله وروح الله سيكل فينا نحن الكنائس نعم أجسادنا هي الكنائس نحن هي الكنائس نحن نعيش أضطهاد في الجزائر كل مرة يكفلوا الكنائس لكن الرب ويسوع معنا موجود في حياتنا نزاع الرب يباركك يا أخت وردة كيف فينا نصلي من أجلك يا أخت وردة أنا الصوت شوي تقطع لكن نصلي من أجلكم وصلوا من أجلي أمين وإيش الرسالة اللي عاوزة توصليها للناس اللي بتسمعني يا أخت وردة أمين أمين لما عم بسمع الصوت عم يتقطع إيش الرسالة اللي بحابة توصليها يا أخت وردة نعم شو عم تقول في عندك رسالة حابة توصليها نعم رسالة أنه كل الناس الخدام في كل العالم لأن لازم هما يكونوا العبرة نتاعنا هما يكونوا النور خاصة للعافرين نحن العافرين نفتقد هذا الجو الإيماني والتلمثة اللي تمتع بها أي مسيحي العابر في بلاده يفتقد لهذا الجو المسيحي والإيماني المسيحي نتمنى من العابرين والبرامج يكونوا هم النور هم النور اللي نتبعوه نحن فقدين هذا الشيء لا تهمونا أنا يعبرت من خلال إخوة لا يعني أنتمنى ونصلي من أجلكم تقدموا في عمل جبار خاصة أخ نزار وكفيه إخوة بزر لكن يبقى الإنسان المسيحي هو القدوة لنا لازم هو يعطينا القوة ويعطينا الضامن أو بالمعلومة نحن دائما عابرين في أنا شخصيا عابرة أعيش في عائلة مسلمة العزاء الوحيد هي هذه البرامج الجميلة التي نحاول كل مرة نوفق نفسي مع الوقت والعمل أني نشاهدها باش نقوي نفسي ومنكونش وحيدة فأنتمنى الرب يقويك أنت أخ نزار لأنه عندك أسلوب محبة رائع جدا يعني أنت ممسوح وإن شاء الله ربي باركك بأنك تقدم المعلومات بكل محبة وعندك صدر راحب وكل طاقة ربنا يباركك يا أخت وردي الأخت وردي من الجزائر خلينا نصلي من أجل الكنيسة في الجزائر عم بتواجه اضطهاد وبتواجه صعوبات كثيرة وكثير من المؤمنين عم بمروا في ظروف قاهرة ظروف صعبة جدا نرفعهم بمحبتنا بفكرنا وبصلواتنا أيضا شكرا كتير إليك أخت وردة ربنا يباركك ورح نرفعك بالصلاة ربنا يكون معاك شكرا كتير الله يباركك شكرا برد عايش عايش أو كاهل جماعة اجتمعه اجتماع والكنيسة كمان أجت من كلمة إك كليزية من الفعل كالو ينادي أو يدعو وإك اللي هي بتشوف دائما على الأبواب هي مأخوذة من هاي الكلمة فهي جماعة المدعوين اللي خرجوا يعني من العالم ودخلوا إلى جماعة صاروا جماعة وهي الجماعة جماعة مميزة بقول عنها الكتاب أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لم تكونوا شعبا أما الآن شعب الله لم تكونوا مرحمين أما الآن فمرحمون هاي هي الجماعة اتميزت اتقدست يعني صارت مفرزة مخصصة جماعة الله اللي هي صارت ملكة للرب وهاي الجماعة بتجتمع حتى تمجد الرب يسوع حتى تبني أحد الآخر وحتى تشهد للعالم عن الأخبار الصارة إنه المسيح حي المسيح بحبك لا يريد أن يهلك أي إنسان عاوز كل العالم يكونوا معاه في الحياة الأبدية هاي هي بكل بساطة رسالة الكنيسة المسيح غلا بالعالم المسيح مكتوب عنه هو سلامنا المسيح هو مرساة النجاة هو اللي بيعطينا المعونة والإرشاد ولسيما في هذه الأيام فإذن الكنيسة هي أنا وإنت الكنيسة هي جسد المسيح مكتوب اعتمدنا لجسد واحد ومش مكتوب كمان سقينا سقينا بالروح الواحد يعني إحنا صرنا عيلة الرب بيت الرب يعني الأخت وردي اللي تصلت من الجزائر هي أختي صرنا إحنا عيلة وحدة وهكذا أخوي أو أختي من السعودية من إيران من الصين من كوريا من أمريكا من أوروبا هاي الجماعة هاي كنيسة أو جسد المسيح الكنيسة هاي الجسد الجسد الغير منظور اللي في قانون الإيمان المسيحي نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية هاي الكل أنت وأنا من كل الكنيس من كل الطوايف الله عنده جماعة مخصصة بحبهم اللي آمنوا فيه واغتسلوا بدم المسيح وصاروا مؤمنين بجسد المسيح فالكنيسة هي جسد المسيح يعني بكلمات بسيطة أنت عين الرب إيد الرب فم الرب كلام الرب أنت بتعكس صفاته طبيعته محبته أخلاقياته بتتشبه نسلك كما سلك ذات إنت يعني بتكون فعلا مسيح صغير على الأرض نفس الروح القدس ساكن في كل المؤمنين في كل المؤمنين اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح واحدة من الإصطلاحات الحلوة كمان بيسميها الكتاب عروس المسيح العروس يعني إحنا مخطبين للرب وعم بيجهز في الكنيسة حتى تكون كنيسة مجيدة لغض ولا دنس يعني لا فيها تجعدات ولا فيها أي دنس لا من جوة ولا من برّة كاملة مقدسة وبلا عيب فإحنا الرب عم بيجهزنا وعم بيعد فينا كعروس المسيح الكتاب بسمينا عائلة الله عمود الله الحي شعب الله مكتوب عنه له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور بيحكي عن الكنيسة هي الرعية هي البناء الكنيسة أحباء هي جماعة حتى في يعني بالعهل القديم بقول في أعمال سبعة هذا هو الذي كان في الكنيسة الكاهل أو كلا في البرية بس المسيح هو اللي تنبأ عن الكنيسة قال أبني كنيستي الكنيسة التي في بيتك في رمية 16 آية 5 كنيسة الله الحي عمود الحق كنيسة أبكار كنيسة الله إسرائيل الله الخليقة الجديدة يعني الطريق يسميها الطريق الإخوة أسماء كثيرة وتسميات كثيرة لفكرة إسرائيل إسرائيل الله أو كنيسة الله فالكنيسة هي بكل بساطة امتداد لتجسد المسيح على الأرض وأنا عاوز يعني بركز على هالأمور عشان تدرك أنه في شيء أعمق أكبر من كلمة مبنى الكنيسة اللي هو الجسد المسيح أنت وانا بنجتمع في المبنى مش في الكنيسة الكنيسة اللي هي أنا وانت بنجتمع في المبنى اللي اسمه كنيسة اللي هو أنا وانت هاي هي بكل بساطة بتأمل تكون فرحان ومبسوط من هذا الوضع ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 يكليسة قومي وانهضي ما إلهك حي وابدي ومع أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك يكليسة قومي وانهضي ده إلهك حي وابدي ومع أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك مكدو عليك يورام مكدو عليك يورام وإن غطى مكدو عليك يورام أهلا أحبائنا مكدو عليك يورام بتعرف حبائي يعني الكنيسة هي فعلا المجد والنور اللي بكون على الأرض والعالم بشوف الكنيسة وتعرفوا الكنيسة لها دور كتير كتير مهم الدور الأساسي للكنيسة هو الشهادة والكرازة وانه الكنيسة بتنتشر مش لأنه يعني أنا جاي من عيلة مسحية أنا صرت مسحة هذا شيء حسن ولا لأنه بخلف لي عشر أولاد هذول صاروا عشرة مسحيين يمكن الديانات التانية بتعمل العدد لكن أحبائي الكنيسة بتنتشر عن طريق الكرازة والشهادة وفعلا هو هذا أسرع انتشار لما الكنيسة بتشهد ولما الكنيسة بتكرز تصوروا معي تخيل كل اللي بشاهدونا إذا كنتوا مؤمنين إذا أنت صممت تربح نفس وحدة من هون لآخر السنة تخيل شو الوضع بيكون في العالم نحن نتكلم على ملايين اللي بشفونا عبر القنوات فتخيل أنه أنت تربح نفس وحدة للرب آخ أحبة أنا خاف أنه إحنا مجرمين في حق الرب وخلاص يعني إحنا استسلمنا للوضع الراهن بتذكر تعرفوا لما صرت مؤمن بالمسيح يسوع بلحظة إيمان طلعت بره بلشت أشهد وأتكلم عن يسوع المسيح تعرف مين كان حزب المعارضة خدام وناس يقولوا لك هديها يا نظار كنت عامل مثل البلدوزر اللي أخليش حد اللي أحكي له عن يسوع المسيح اللي كان يحاولي يمنعوني ناس حوالي تخيل خليك حكيم من تعارف الوضع وبلاش مشاكل وخلينا ومين قال إنه إحنا لازم منموتش من أجل المسيح ومين قال إنه إحنا لازم تكون حياتنا 100% عشان نقول إنه إحنا مسحية سليمة مين عليك؟ عم نعلم عن مسحية غلط أحبائه إحنا محتاجين نراجع حساباتنا في هذا الموضوع دور الكنيسة هي الكرازة وآخر وصية رب يسوع قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم تنالون قوة متحل الروح الكنس وتكونون لي شهود هاي كلمات المسيح الأخيري كلمات بولوس الرسول الأخيري لتمثاوس اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك حبائي مين قال انه احنا حياتنا هي بس للراحة دور الكنيسة الكرازة والناس المرتاحة شو نصلا نقول يا رب جبلهم اضطهاد هو أكثر من هيك اضطهادات في الدنيا وصلنا إلى حالة الفطور الروحي الصعب جدا والمشكلة الأكبر في هذه الأيام اللي نواجهها عدم الخضوع للسلطة والكنيسة مشكلة تانية السلوك الجسد كتير من المسحيين والمؤمنين عم بيسلكوا في الجسد مش في الروح عايشين الطفولة الروحية حياة التناقض حياة الصراع وحياة الهزيمة وحياة الفشل وحياة العار الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح كتير من الناس خلاص يعني كأنه هذا هو الوضع مشكلة تانية حبائي وهي مشكلة خطيرة الكبرياء فكرنا في شوية معلومات ما هو المعلومات يا بتنفخ يا إنه بتتحول لطاقة وإنك تشهد بتتكلم عن يسوع المسيح لكن أكبر مشكلة وأصعب مشكلة من شوها جافة الأيام الاكتفاء الروحي الاكتفاء الروحي شناعة وفضاعة الإنسان المكتفي روحيا هو أخطر بل أصعب من الغير مؤمن المكتفي روحيا قاعد فهمان كل إشي لابس بدل حلوي الناس بقولوا عنه طقي وبقولوا عنه بارو يا سلام سمعته حلوي صدقني أفضل تتقابل مع ناس بتسقط بتفشل بتقوم مئة مرة بس بتربح من نفوس من شخص لابس لبدل وعايش كل حياته بار وطقي وعنده مخافة الله وممدوح من الكنيسة مين الأهم في ملكوت الله في يوم من الأيام كلنا رح نواجه الرب محد كامل هو الرب مش أجل للخطاء والعشرين والزنا والناس التعبانة والمعطرة مثلك ومثلي هو بس منمدح الشخص المبين عنده هيبة من برا ولا الناس اللي فشلت مئة مرة بس عايش عم بربح نفوس للرب هذا مهم الاكتفاء الروح أحبائي هذا الخطر اكتفينا معنا احنا اليوم ما شاء الله آلاف البرامج على الفيسبوك آلاف البرامج على القنوات الفضائية كنا نقول بركة صارت اليوم كل واحد بغنى على لهله وعلى مواله أحبائي لازم يكون في مصداقية لكلمة الرب لازم يكون في محاسبة ومش كل واحد خادم ولا قائد بيطلع يتكلم أي كلام أين المحاسبة أين المصداقية هو لأنه صورت خلاص أنا صورت شخص معروف بتكلم اللي عاوز أتكلمه ما بصح وين المصداقية بتعليمنا وين المحاسبة احنا مطالبين في محاسبة أحبائي أحبائي مهم جدا الاكتفاء الروحي خطر خطر فضيع جدا احذر الكتاب بقول حارين في الروح الكتاب بيوصف في آخر الأيام لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين وبيحكي لك نيسة أفسوس أنك تركت محبتك الأولى الرب يأجج صدورنا وقلوبنا في محبة ملتهبة للرب يسوع المسيح احذر 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 إنك تكتفي روحيا إنه مو شيء استمراري وفيك تقول أنا أكلت الأسبوع اللي فات أكلت وجبة إلي بدك كل يوم توكل كل يوم تشرب نفس الشيء كل يوم محتاج حضور الله في حياتك تمتلئ من روح الرب خليني أخد مكالمة من الأخت فريال من المملكة المتحدة أهلا بك أخي نزار سلام ونعمة المسيح معاك ونشكر للرب على هذا البرنامج اليوم الرائع رائع جدا الرب يباركك ويباركك ويباركك أخي 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 العزيز نزار إنه حضرتك ذكرت إنه الكنيسة ليس البناية وإنما جمعت المؤمنين وجسد المسيح فعلا يا أخي نزار أنا فقط أحب أن أقول لما هدموا الكنائس داعش والإرهابيين في العراق وغيرها سوريا وغيرها من الدول العربية كانوا يعتقدون بأن الكنيسة البناء لكن لا لا هم متوهمين الكنيسة هي جماعة المؤمنين هدموا الكنائس نعم هدموا الأدنية أخصص نعم لكن لا يستطيعون أن يتزعوا محبة المسيح إيماننا بالمسيح الرب يسوع المسيح له كل المجل وأيضا لا يستطيعون أن يتزعوا محبتنا لهم وصلاتنا لهم من أجل خلاصهم فهو هذا المهم ما المهم الأدنية نحن ينهدم يتحطم نذهب إلى بناء آخر نجتمع في البيوت نجتمع في أي مكان ما يمنعنا هذا وأنا حد فقط أن أقول هذه الآية الرائعة من رسالة فلس الرسول إلى أهل الرومية إصحاح السامن عدد 38 فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة تقدر أن تغسلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا فنشكر الرب على الإيمان ونشكر الرب على الإله اللي هو يقوينا ويشددنا برغم من كل الظروف ورغم مما يفعله إبليس إلى هذا الدهر قدعم عيونه لكن إحنا الرب يسوع في قلوبنا ومحبته في قلوبنا وما يكون نعيشي شكراً والرب يباركك الرب يباركك الرب يباركك ذكرتيني في شيء يا أخت فريال الله يباركك الله يخليك ذكرتين أنا كنت من أكم سنة بالفترة يعني على طول كنت في الرقة بعد ما هزموا داعش طلعت كان فيه كنيثة مهدومة كنيثة مبنية جديد كنيثة حلوة حلوة بعتقد يمكن للأرمن كنيثة الأرمن مهدومة وجايين هيك بعض الجماعة حوالي اللي عم بشرحولي شايف كيف هدموا الكنيسة وأجتني نفس الفكرة يا أخت فريال قلت هدموا المبنى لكن الكنيسة بعمرها ما رح تنهدم لأن الرب يسوع قال أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ومكتوب في أفسه الخمسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة يعني الكنيسة مش مهزومة أنا اليوم الرسالة أنا بحاول يعني أوضح أنه في عندنا دور في عندنا إرسالية أنا شفت نوعيتين للناس ناس عايشة للماضي وأمجاد الماضي والناس والمجموعة الثانية عايشة للمستقبل ومنحل كل التحاليل السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العصر كأنه الأمر خلينا في الحاضر ألم يقل رسول بولوس الكنيسة هي بناء الله؟ شو يعني بناء الله؟ لأنت وأنا فلاحظ الله في مسميات كثير للكنيسة بس أحلى اسم هو الجسد المسيح وعروس المسيح فإذا الكنيسة أحبائي هي الصوت في المجتمع هي البوق النبوي لهذا المجتمع هي صوت الحق هي نور للعالم إن صح التعبير الكنيسة هي الضمير لما لما يحنى قال لهيرودوس أنتيباس لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك بتكسر الشريعة قطع رأسه بس كان صوت ضمير أين الناس اللي بقولوا لا في هذا المجتمع ويقفون يرفعون اسم يسوع المسيح بالمحبة والتسامح وليس بالعنف والكنائس أحبائي هو أنت وأنا اللي فعلاً نصل لكل العالم مثل البذرة الصغيرة بذرة الخردل اللي بتصير شجرة ومنملأ الأرض كلها ومنكون بركة لكل من حولها يمكن أنت بتتساءل تقولوا واو أنا بروح على الكنيسة ودايماً بس اليوم أنا فهمت أنه أنا لازم أنا هو الكنيسة أنا هو لازم أكون جسر المسيح السؤال إذا أنت اليوم شو وضعك شو حياتك عارف أنت وين رايح لكن المؤمن بيعرف أنه الروح القدس ساكنه وبيعرف أنه إله حياة أبدية وبيعرف أنه إله يقين الحياة الأبدية هل أنت متأكد من مصيرك الأبدي؟ قلت لي لا أبعرفش أنا بقولك الله بحبك حبيبي الله بحبك بس المشكلة الخطيئة اللي جابتنا في مئة ألف داهية طب شو الحال؟ الله بحبك بس مش عاوز يهلكك بس بنفس الوقت الله عادل لازم يدين الخطيئة طب والحال المسيح جاء إنسان كامل حتى يتمم العدالة والمحبة في نفس الوقت طب وخطيتي المسيح أخذها على الصليب من ألفين سنة طب شو أعمل؟ ما تعملش إشيه لأنه أصلك ما عندك شيء إنك تعمله يعني تعطيه قلبك هو أصلا قلبك نجس القلب وأخدعه من كل شيء وهو نجيز طب والحال ما في أي إشيه ما تعطوش أي إشيه كل ما هنالك صدق بالإيمان قل لي يا رب أنا بشكرك من أجل موتك على الصليب قيامتك من بين الأموات حتى أتبرر تعطيني الحياة الأبدية صليها قل لي يا رب برحمني أنا الخاطئ صليها ما تستحي قل لي سامحني طهرني من كل إثم بدعوك إلى حياتي وإلى قلبي حتى تكون رب ومخلص وسيد على حياتي إذا صليتها بحب أسمع منك الرب يباركك